اخر حاجة برضو مكلمة سمعتها مع المهندس عدل القيعي والسوذي إبراهيم منيسي في برنامج ملك وكتابة للمدير الفني لالتحاد المصري لكرة القدم كابتن علاء نبيل افلحة ان صدق افلحة ان صدق نهاردة انا شفت تصريحات كتيرة للكابتن علاء بيتكلم فيها على ان هو قد يكون هناك تغيير وان احنا هنعمل تغيير في كذا وفي كذا وفي كذا حقيقة اثق في كابتن علاء اتمنى اتمنى واحسبوا علي الكلام اللي انا بقوله ده اتمنى ان انا بعد خمس ست شهور او مع بداية الموسم الجديد لقطاع الناشئين ان انا اجد تغيير اتمنى ان لو كان هناك من وجهة نظره انا معرفش انه يجب ان يحدث تغيير في بعض الاجهزة الفنية اللي موجودة للمنتخبات المصرية يحصل اتمنى ان ده يحصل ولكن لو لم تحدث هذه الامور فحنتكلم تاني ونقول هو ايه اللي حصل فعشان كده انا بقول لحضراتكم انه كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة لانها فترة صعبة وافلحة ان صدق اتمنى ان كل الكلام اللي هو قاله مع مهون سعاد للقيع ومع رسول إبراهيم بنيسي يكون موجود واعتقد ان هادي هو كان كابتن علاء لسه هيقعد مع اتحاد كرة القدم بكرة فلما يقعد معهم بكرة اعتقد ان هو بيبعث لهم ميسجز او رسائل من خلال الكلام اللي قايله النهاردة طول النهار وان هو عايز يعمل كده هل هيسمح لي ان هو يعمل كده ولا لا هل الكابتن علاء سيكمل لو لم يسمح لي ان هو يعمل كده هل سيكون له دور في اختيار المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم لمنتخب مصر ما عرفش هل كان له دور في اختيار كابتن محمد يوسف ما عرفش هل سيكون له ادوار خلال المرحلة القادمة ده اللي حنشوفه ان شاء الله خلال الايام القادمة وصلنا لفقرة صنعة في الاهل